باسم فرق الأغلبية السيدة النائبة غيطة الحاتيمي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس المحترم السيد الوزير المحترم السيدات والسادة النواب المحترمون يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق الأغلبية في مشروع قانون رقم 42 المعروض على أنظارنا اليوم في البداية نجدد الشكر والتنويه بكل المجهودات القيمة وكل المبادرة الخلاقة التي قامت بها سلطات بلادنا في التصدي لهذه الجائحة حيث يمكن التأكيد في هذا الصدد بأن النظر الاستباقية لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله والمواكبة المستمرة للحكومة ولكل المتدخلين دوي الصلة جعلت بلادنا في مأمن عن التفشي المهول لهذا الوباء الخطير والخروج بأقل الخصائر البشرية والاقتصادية فبلادنا لم تكتفي بالتدابير الاحترازية التي انتصرت للإنسان قبل الاقتصاد بل أعطت درساً عميق الدلالة في التضامن والتآذر والتماسك والانسهار في بوتقة واحدة عنوانها المصلحة العليا للبلاد ولا شك أن هذه الجائحة كانت لها تداعيات سلبية على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وغيرها ولكنها لم تخلو من دروس وعبر نعتقد بأن المغرب القوي بحضارته وتراكماته وتلاحمه وتضامنه وإجماعه على توابته قادر أن يحول الإكرهات إلى إنجازات ويحول الإشكالات إلى فرص إيجابية تستشرف المستقبل بكل ثقة سيد الرئيس واجب التنويه لا بد أن ينصرف إلى مختلف السلطات المركزية والمحلية والولاة والعمال ونساء ورجال السلطة وأعوانها وللجماعات الترابية بالإضافة بالطبع إلى السلطات الصحية والأمنية والوقاية المدنية والمواطنين وباقي الجنود التي تصدروا الواجهة ولا جالوا يرابطون في الصفوف الأمامية في مواجهة هذا الوباء وفي وضع الآليات والسروط الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية للبلاد سيد الرئيس إن مشروع القانون الذي نتدرسه اليوم ينتج بكل تأكيد مع التوجه الذي يتحدثنا عنها آنفا حيث يجيز للحكومة أن تقرر خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها وفق سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها إذا تبين لها أن استمرار سريان يحول دون ممارسة الأسخاص المعنيين بيحل حقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخدة من قبل السلطات العمومية المختصة للحد من تفشي الوباء فهو مشروع يكسسي أهمية بالغة لأنه يززد بالملموس مرونة القاعدة القانونية لا سيئا في هذه الدرفية الصعبة سيد الرئيس المحترم إن مجهودة الدولة المغربية التي حازت إعجاب العالم لا يمكن تقويدها تماما بالتراخي في تطبيق التدابير الوقائية والبروتوكولات الاحتراجية الصحية فمقاربة الحكومة مرامة تخفيف من حجر الصحي الذي لا يعني تماما تجاوز المرحلة وبالتالي فإن الامتتال للتوجيهات العامة المسطرة في هذا الصدد أمر ضروري وحتمي سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة لمختلف المقاولات والمؤسسات الصناعية والمهنية فتناس البؤر المهنية التي ترتب عنها عدد متجايد من الإصابات بالفيروس تستدعي الصرامة في التعامل وفي المراقبة ولكنها تستدعي كذلك المزيد من التحسيس وإشعاع الوعي بين المواطنين وهذه المسؤولية لا تقتصر على ترفضون آخر بل إنها تلزم الجميع على الرغم من قناعتنا بأن الوضعية متحكم فيها ولا تستدعي التهويل والتوجس سيد الرئيس إن فترة ما بعد حالة طوارئ لن تكون مماثلة أو شبيهة لها هذه مسلمة بديهية وبالتالي فإن المجهودات يتعين أن تتركز على خلق أفق آخر بتصورات جديدة ورؤية مستحدة يتصدر فيها المواطن المغربي صدارة الاهتمامات ومن ثم فإن تداعية الأزمة أثبتت بأن التعليم بمختلف أصنافه يشكل أولويات الأولويات بعد ملف وحدتنا الترابية بالإضافة إلى ورش الصحة والرقمنة والاستمار بإضافة إلى توطيد أسوز الرعاية الاجتماعية كما أن مقاربة المجال يجب أن تنفتح العالم القروي والجبلي وفق العدالة والتوازل المنشودين وفي إطار الجهوية المتقدمة التي يتعين أن تشكل إحدى مفاتح الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي كذلك سيد الرئيس في الختام لا يساعنا في فرق الأغلبية إلا أن ندرع إلى الله أن يزيل عن بلدنا هذه الأمة ويجعلها دائما في القمة ويهيئ لها سبو الارتقاء في مدارج التقدم وليس ذلك بعجيز على هذه الأمة العظيمة التي استمدت على الدوام القوة من رحم المعاناة والأزمات لتخرج منتصرة متلاحمة متضامنة موحدة وراء العرش العلوي المزيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا سيدنا إبار ترجمة نانسي قنقر